بيقولوا فعلياً يلي أمه بالبيت خبسته مدهونة بالزيت واللي أمه بالقبر خبسته مدهونة بالصبر قدي هذا الكلام صح؟ الله يا رب يخلي كل أم ببيتها فوق راس ولادها هذا الحكي إذا بيذكرني أو بيخليني أخذ مثال عليه فأنا دايماً بحط مثال على البنت يلي كانت عايشة بظل أمه أو ظل أبوها وما أجا نصيبها وما تزوجت لأسباب ما لما يتوفى الأب وتتوفى الأم وتظلى هالصبية أو هالست عايشة ببيت الأب والأم وبعد ما تتوفى وبطل إلها لا أم ولا أب بيجوا أخوانها المتزوجين يلي فاتحين بيوت مع نسوانهم وبيفتحوا معها موضوع أنها تطلع من البيت تاخد حصتها أو يمكن تعي عيشي عنها ونحنا مناخد حصتك أو مثلاً روحي بحصتك استأجر غرفة هذا أكتر مصاب ممكن تحس في أي ست عزباء أو غير متزوجة لما تكون عم تبكي من أهرة على أمها وعبوها مش بس لأنه فقدتهم بتكون عم تبكي مأهورة أنه فقدت سندها بالحياة وبنفس الوقت بتكون عم تبكي على حالها على مصيرها المجهول خاصة إذا كانوا إخوانها مش السند خاصة إذا كانوا إخوانها يعني يا أم ما بدهم ياها تشتغل عندهم لتربي أولادهم أو تنطر أولادهم أو تطبخ لهم أو لحتى تشتغل عندهم وعند نسوانهم ما عم بحكي كلام مش واقعي ما عم بحكي كلام مش موجود بمجتمعنا ولا غريب على مجتمعنا للأسف الكلام اللي عم بحكيه موجود ومنشوفه ومنسمعه يا أم ما بيخلوها ببيت العيلة يا أم ما بيطلعوها من هذا البيت وهات مين يسأل عنها هات مين يتذكرها كتر الله ألف خيرهم إذا بيتذكروها بعيد من الأعياد يبدخلوا عليها بعشر ليرات أو بعشرين ليرة كتر الله إذا بيتذكروها بعزيمة كتر الله ألف خيرهم إذا بيتذكروها يدقوا على باب بيتها يقولوا لا هاي رغيف خبز هاي مونة للبيت تعالي عنا اشتقنالك في ناس في ناس تربوا صح وفي ناس ما بيتركوها وفي ناس بيضلوا بالعكس بيزيروها وبيبروها وبيعتبروها أمهم التانية بس للأسف على الصعيد التاني في ناس بينسوها في ناس ما بيسألوا عنها في ناس 24 ساعة بس بيحطوها لخدماتهم ولخدمة نسوانهم في هيك وفي هيك ترجمة نانسي قنقر